على الراديو تسين تسين انا نزل الشغل اخد عشر دقيق كمان علشان ازود هوا في الكويتش ومع الايام لما حسيت ان انا افخ الكويتش بقى بياخد وقت كبير عايز حلتين ايه اروح اصلاحه اشتريت منفخ اسرع والموضوع اتطور وبقيت احتاج انفخ الكويتش تقريبا اربع مرات يوميا بس ابقى قبل منفخ سريع وبعد شهور من المشكلة انا اكتشفت ان انا بضعي وقت كبير قوي لو جمعنا على مدار الشهور هيبقى حوالي 4000 دقيقة ورقم مهول طبعا يعني تقريبا يومين ونص او ثلاث ايام متواصلة ده غير التكلفة اللي كنت بدفعها في البنزينة او علشان هنزل اشتري منفخ اول ومنفخ ثاني ما هتقلش عن 2000 جريف ده غير ان سوقت مسافات طويلة جدا بالعربية وهي بالحالة دي وطبعا ده اثر عليها وكان القرار روح تصلحت الكويتش والموضوع كلف 20 جريف ربع ساعة طبعا الموضوع كله عبارة عن كوميديا سوداء لان غير خسارة الوقت والفلوس كان ممكن كمان يكون فيها خسارة ارواح لقدر الله الخلاصة بنفس المنطق في اسط دوامة الحياة بنتعامل وبنحاول نتكايف مع اوضاع وظروف واخطاء كتير في حياتنا الايام وشهور طويلة ويمكن سنين وبدل ما ننهي الموضوع بحل جذري على طول او نبقى تماما بنحاول نتعايش ونتعايش ونتعايش رغم احنا عارفين ومدركين ان البيع خسرانة منقس مش فكرة ان احنا بنخدع نفسنا ونقول ان الخسارة بسيطة وقد تكون منعدمة الحقيقة ان الخسارات البسيطة لما بتتجمع على بعضها تبقى خسارة كبيرة وكارثية وفادئة صحيح حلوة ان احنا نقدر نتكايف كل الاوضاع والظروف وزي ما بيقولوا كده نماشي حالها ولكن لازم ندي نفسنا الحق ان احنا نقول انا تعد انا مش قادر انا لازم حل من الجذور الحل انك ترفض وضع مش عاجبك او ترفض علاقة شايف انها مرهقة علاقة بتستنزف طاقتك علاقة شايف انها علاقة مصلحة استمرارك في وضع مش مناسب وستمرارك في وضع مش مناسب بيدر وما بيفتش خليك دايما عارف ان طاقة حضرتك وسلامة حضرتك النفسية اهم 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 من اي حاجة في الدنيا